بدأت وزيرة البيئة ياسمي فؤاد بصفتها مسؤولة عن تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مشاورتها غير الرسمية حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ وذلك خلال الجلسة الوزرية غير الرسمية ضمن فعليات أسبوع المناخ المقام في هامش أعمال الدورة التسع والسبعين لجمعية العمل للأمم المتحدة وأكدت وزيرة البيئة أن الحوار يهدف إلى زيادة الوعي بين الوزراء وخلق الظروف المعاتية لتعزيز المشاركة السياسية في الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ قبل نعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بدولة أدربيجان